النهاردة عمل لكم ريفيو عن برفانات كتير جدا معي من أوريفليم حاجات علاقت معي وهكررها تاني وحاجات ممكن ماستخدمهاش تاني خالص فتابعوا معي ريفيو له الاخر عشان تعرفوا ايه افضل البرفانات اللي انا بحبها وايه الحاجات اللي هكررها وايه الحاجات اللي مشاجبها تاني مساء الخير عليكم معاكم سارة صلاح لو بتشوفي الفيديو الاول مرة لا تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب ولو حب التابع فيديوهات تانية كتير لا تنسيش تفعل اعلامة الجرس عشان يجيلك كل اللي بنزله اول باول ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة الفيديو بتاعنا زي ما قلتلكم هيكون على ريفيوهات برفاناتي المفضلة ايه الحاجات اللي انا بحبها وقررها تاني وايه الحاجات برضو اللي زوجي بحبها يقررها تاني وايه اللي مش هنقرره تاني او يعني ما عجبناش ان احنا نقرره مرة تانية حبدأ اول حاجة بالبرفانات الرجالي اول برفيوم معايا وهو جورداني جولد مان البرفان ده داخل فيه توابل وفلفل اسود زي ما انتو شايفين كده شكل الازات بتاعته شيك وحجمه 75 ملي كمان صنعته بولندي من الحاجات اللي ثبتها كويس جداً الناس اللي بتحب الروايح الشرقية او بتحب التوابل والحاجات دي هتحب البرفان ده جداً على النقيد بتاعه جورداني برضو جولد باس نوت الروايح بتاعته داخل فيها لمون وفواكه فاللي مش بيحب بقى التوابل ومش بيحب الحاجات الشرقية هيحب الفواكه واللمون ده من الحاجات المنعشة جداً داخل برضو فيه زي ما قلت لمون وفواكه وحجمه 75 ملي وبرضو الصناعة بتاعته بولندي برضو من الحاجات المميزة جداً اللي هنقررها تاني كمان فيه برفان اترنال الاترنال ده قدو تولاد كلهم على فكرة قدو تولاد لحد الوقت من الحاجات برضو المميزة هبس ده حجمه 100 ملي لكن الاتنين اللي فاتوا كان حجمهم 75 ملي الاترنال داخل فيه اخشاب فعشان بقى يعني تبقى فيه حاجة مميزة كده الحاجة اللي فيها فواكه تمام الحاجة اللي فيها اخشاب اوكي الحاجة اللي فيها شرقي على حسب انت زوق زوجك ايه تقدر ان انت تجبيه له الحاجة المناسبة ليه وطبعا قدو تولاد السباب بتاعهم موسط بس زي ما بقول سباتهم على قد فلصهم على قد سعرهم سنقارن حاجة مثل ديور بمبلغ 3-4000 جنيه بحاجة مثل سعرها 300 وشوية او 400 وشوية من الحاجات اللذيذة جدا ومفضلة عند جوزي ونفضل نقررها زي ما انتو شايفين شايفين حجمها قد ايه وباي فيها اصلا قد ايه فيه منها معي الاستكاز القطع عشان هو بيحب يستخدمها كل ما بتخلص كل ما بجيبها له وهو البوسز البوسز داخل فيه فواكه واخشاب فيه جريب فروت وكمان اوراق الغار برضو حاجمه 75 ميلي وشكل القزة بتاعته لذيذة جدا فبرضو من الحاجات المميزة والصناعة بتاعته بولندي برضو فبرضو دي من العروض المميزة جدا او من البرفانات القيمة جدا طيب عندنا كمان برفان صناعته سويدي هو معادش بينزل حاليا بس بقى بينزل الشكل المميزل ليه بريحة مختلفة وهو السوفيفر داخل فيه فلفل وخشب الجنزبيل فبرضو يعتبر توابل شوية من الرواح القوية الناس اللي مش بتحب الريحة القوية او اللي عندهم جيوا قام فيها زي حالتي مش بيحبوا الحاجات القوية قوي بتتعبهم ممكن ما يكونش مناسب لي ولا دا ولا دا لكن بقيت اللي انا قلتو تحسوا من رواح حادية شوية فهتكون مناسبة ليه عندنا كمان الجلاسير روك حجمه 100 ميلي وبردو صناعته بولندي من الرواح المميزة جدا داخل فيه لمون فهو منعش من الحاجات اللي هو بصراحة مش هيكررها تاني لان هو السباب بتاعه مش عالي وهو بيحب الحاجات اللي سباتها عالي شوية فده مناسب للشباب اللي سنهم 16 سنة 17 سنة ابنك بقى رواقي عليه برضو مناسب للناس الكبيرة لو عادي لو انت مش تحب السبات العالي او انت مش بتحب السبات العالي فيه عندنا كمان السيجنيتشور زوم ما عادش بينزل برضو في الشركة حاليا داخل فيه فواكه برضو القزة بتاعته مميزة جدا وفيه منها السيجنيتشور البوني نفس الشكل بس يعني نفس شكل القزة بس لونها بوني برضو من الرواح الحلوة جدا ووسطة باب بتاعه يعتبر كويس وحجمها 75 ميلي كمان من البرفانات الرجالي المميزة جدا واللي برضو ما عادتش بتنزل بس انا حبيت اوريلكو كل الازواق بتاعتنا يعني وهو الاستندنت شكل الازاب بتاعته فخم كده وجميل وفي نفس الوقت كمان من الحاجات اللي تعتاقها بيبقى حلو وسباتها بيبقى كويس جدا لما بتعتاقيها فترة طويلة ورحتها منعشة جدا والصناعة بتاعتها سويدي وحجمها 75 ميلي كده انا خلصت البرفانات الرجالي اللي معايا تعالوا بقى نخش على برفاناتي انا الحريمي اول حاجة هتص اصدامكم عينة عينة برفان بس لأكتر ولا أقل اللي هو اولور ناسنج دام البرفانات اللي لسه نزل في الشركة نزلو لنا العينة بتاعته ونحننزل بقى الشكل بتاع البرفان نفسه هوريكو شكله طحف جدا جدا داخل فيه لمون وفانيليا وتوت وياسمين فبرضو من روايح اللي انا بحبها انا معظم البرفانات اللي انا هوريالكو دلوقتي داخل فيها فواكه وورد انا بحب الفواكه والورد عن الحاجة اللي هي بتكون شرقي فعشان كده هتلاقي معظمها ورد طيب عند بما اننا بنتكلم عن الورد برفان نجمة داخل فيه ورود من الحاجات المميزة جدا هو قودة ولاد حجمه خمسين ميلي معظم البرفانات الحاريمي حيكون حجمها خمسين ميلي وهو صناعته على معطاقة فرنسي فعلا فرنسي حجمه حلو جدا والسباب بتاعه وسط الى حد ما من الحاجات اللي ناس كتير بتحبها لكن انا كسارة ومش بحبها وهو اللوف بوشن اللوف بوشن شجري قوي تقيل على منخيري انا عندي جيوب قنفية فتقيل علي ريحته بتخليني اعطص داخل فيه فانيليا وشوكولاتة وبرده صناعته فرنسي وحجمه خمسين ميلي فالناس اللي بتحب الرواح القوية هتحبه جدا وسبابه عالي اللي عشق بالنسبالي هو الاسنزا الاسنزا دايما بكلمكم عنه في اي فيديو ليا من الحاجات اللي انا بحبها جدا داخل فيها زهرة البرتقال وكمان شكل الازازة بتاعتها فخم جدا داخل فيها ياسمين ولوز اخدر فانا زي ما قلت لكم بحب الفواكه والورود والازازة بتاعتها الغطى مطلي بماية الدهب من الحاجات المميزة جدا 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 اللي كل ما يخلص هرجع اجيبه تاني والحاجات اللي انا ضمتها ليا مؤخرا من البرفانات هو بارفان دير تو شاين حاجة لذيزة جدا شكله زي الألماس يخليك كده تلمعي ورحته جميلة جدا زي ما انت شايفين وداخل فيكم مترا من الحاجات المميزة جدا حجمه خمسين ميلي وصناعته بولاندي من الحاجات اللي انا هكررها تاني لان رحته جميلة جدا وبرده من الحاجات اللي انا ضمتها مؤخرا للبرفانات بتاعي وهو الاكلة فام الاكلة فام داخل فيه زهرة الياسمين وخش وصلت إلى حد ما ولا هو عالي ولا هو قليل وصناعته أعتقد فرنسي لا سوري صناعته بولندي فبرضو من الأشياء اللذيذة جدا اللي السبب بتاعتها حلو بالنسبة لسعرها سببتها كويس جدا من الأشياء اللي سببتها عالي هي البوسلز السكرت وداخل فيها تفاح من الأشياء اللي أنا بحبها جدا 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 ووفدل أقررها كل شوية يعني كل ما عادش ستنزل للأسف لكن أنا معايا منها حبة حلوين يعني أن أنا أستخدمها مرة تانية وثالثة لأن زي ما أنتم شايفين حجمها صغير البوسلز السكرت داخل فيها تفاح وهي أوتو برفان وسط نوعيتها بولندي فبرضو ديم الحاجات المميزة جدا وبرضو حجمها 50 ميلي من الحاجات اللي برضو ممكن تصدم بعض الناس هي الإكلمون الإكلمون رحتها قوية قوي عليا فأنا مش هكررها تاني لأن بس رحتها قوية عليا فاللي بيحب ريحة القوية هيحبها قوي من الحاجات المميزة شكلها حلوة قوي إن إنتي لو عروسة تغديها معاك داخل فيها ورد وهي برفان برضو فرنسي فبرضو شكله لذيذ جدا ريحته قوية عن الناس اللي بتحب ريحة قوية واستبات العالي هو من الحاجات اللي ثبتها عالي ورحتها قوية عندنا كمان برفان لفض أب من الحاجات المميزة جدا على قد من إنه شكله صغنطوت كده بس هو برضو حجمه 50 ميلي من الحاجات اللي علاقت معايا هتلوني مخلصة منه شوية حلوين كده هو داخل فيه فواكه ورد وعلى شجري شوية بس شجري خفيف مش الشجري اللي هو يخليكي تبقيمة ضايقة أو إن ريحته قوية قوي ريحته جميلة جدا واستباته على فكرة حلوة قوي 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 بالنسبة إن هو قد تولد وسعره كمان فضيع سعره دايما بيكون قليل مش بيكون عالي من الحاجات الشيك قوي اللي تحسي كده إن هي برفانة يعني بتاعت عروسة تتحطي على التسريحة كده شكلها عصول 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 وهي السوفيفور توجيزر داخل فيها أناناس وداخل فيها كمان خوخ وياسمين هي شجري برضو شوية بس مش الشجري اللي يخنق وشكلها حلو جدا 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 من الحاجات برضو اللي أنا بحبها و اللي أنا هكررها حجمها 50 ميلي وصناعتها برضو بولندي من الحاجات المميزة جدا اللي رشحها لأي حد إن هو يجيبها عندنا كمان برفان جويس بأشكاله المختلفة أنا فتحة منه اللي لون وبنك من الحاجات برضو اللي هي هادية استباد بتاعها مش عالي بس بالنسبة لسعرها حلو جدا 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 داخل فيه لوز ولمون وياسمين وسعرها دايما بيكون كويس جدا على قد استباد بتاعها كمان عندنا حاجة من الحاجات اللي أنا هفضل أكررها مرارا وتكرارا وهو الجورداني جولد وايت من الحاجات اللي أنا بحبها جدا 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 داخل برضو فيها زهرة البرتقال عشان كده فواكه فأنا بحبها من الحاجات المميزة وداخل فيها فواكه حمضية وورود كمان هي صنعتها سويدي وحجمها 50 ملي من الحاجات المميزة جدا جدا اللي بفضل أكررها كل ما تنزل ودايما بعد تقلي منها شوية عندنا كمان بورفان مميز جدا أباها جايبا لكم شكله في الورقة اللي هو الماجنتستا الماجنتستا ده من الحاجات اللذيزة جدا داخل فيها ظهور شرقية وخوخ وكمان من الحاجات المميزة جدا هو أوتو بورفان فالسباب بتاعه عالي جدا ده شكل الإزازة بتاعه أنا سايبها مقفولة عشان أنا بحبها انيا تتعتق وبعدين هفتحها زي باقي بارفانات كتير جدا معايا كنت سايبها تتعتق وفتحتها لكم بورتها لكم في عندنا كمان من الحاجات المميزة جدا وهو بارفان إكلا فام ويك اند البرفان داخل فيه خوخ فبرضو من الحاجات اللي داخل فيها فواكه عشان كده بحبها والسباب بتاعه عالي برضو حلو جميل جدا بيقعد معايك فترة طويلة شكل الإزازة بتاعته زي ما انت شايفة كده وكمان حجمه خمسين ميلي والصناعة بتاعته سويدي فبرضو من الحاجات المميزة جدا واخر بارفان معايا وهو الميز جورداني زي ما انت شايفين خلصان اصلا من الحاجات برضو اللي داخل فيها زهر البرتقال السباب بتاعه وسط الى حد ما وهو اوتو بارفان فبرضو شكل الإزازة لزيز جدا نوعي تحطم على التصريحة برضو من الحاجات المميزة جدا للعرائز برا الشحالك لو انت بتحبي البرفان الهادي دا كده كانت كل البرفانات اللي موجودة معايا او الحاجات اللي انا حبيتها وإيه اللي هكرره وإيه اللي مش هكرره وإيه اللي سباته عالي وإيه اللي سباته قليل شوية بس زي ما قلت سعرهم على قد الإيد مش زي برفانات تانية في برندات تانية فحاول ان انت تقارني الحاجة بسعرها ان هي سعرها مميز على قد السباب بتاعها يعني على قد سعرها دا كده كان الريبيو بتاع النهاردة يارب يكونوا عجبكوا استنوني فيديوهات تانية كتير ما تنسوش اللايك شير سبسكرايب كتير مع السلامة